بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بالله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعى علم الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله ولا تكن لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهم أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بعن رحمة من سواك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم إننا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتبيد بها وجهنا وتشفي بها أمراضنا وترحم بها أمواتنا وتختم بالسعادة لنا يا رب العالمين وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا لهم عفو عنا وعن والدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وأحبابنا ومشايخنا وأستزتنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين اللهم اكفنا من شر كل سوء وفتنة يا رب العالمين وأهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى سراط المستقيم اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن فتن الشيطان والدجال واليهود ومن ولاهم يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين ألف بين قلوب عبادك المؤمنين أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا والدينا ومشايخنا وعلمائنا وسائر المسلمين وتب علينا يا رب العالمين إنك أنت التواب الرحيم نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرى الأزدي الأندلسية المتوفى سنة تسعة وتسعين وستمائة من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشفرحها في الدارين آمين بالأمس بدأنا في الحديث الحديث الرابع والسبعين حديث الأمر بالصدق على كل مسلم المروي بإسنادنا إلى الإمام البخاري في صحيحه عنه بإسناده عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد فقال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة ملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة وقفنا على قوله قالوا فمن لم يجد يؤخذ منه تنويع البحث على العالم إذا دعت لذلك ضرورة ويؤخذ منه استنباط المسائل الممكنة الوقوع وإن لم تقع بعد وأن هذا من الدين وصاحبه مثاب لأن النبي لما قال على كل مسلم صدقه فإيه فسأل قال له إفر لم يجد كويس فكأنه يستنبط حاجة من وراء النص فكل دا يدلك على والنبي أقره وأجاب فقال يعمل بيدي فينفع نفسه ويتصدق فقاموا استنبطه منها تاني قال له طب لو لم يجد كمان فإن لم يجد كمان أن يعمل يعني هو ليس عنده مال يتصدق وليس عنده صنع يعملها ويتصدق من خلال ما يكسبه سواء على نفسه أو على غيره نعمل إيه قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال له طب افرم عندهش قدرة على إعانة فهي اللي لم يجد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فليعمل بالمعروف ما عندهش حتى يعمل بالمعروف يمسك شره عن الناس دي لوحده الصدق وليمسك عن الشر فإنها له صدقة في رواية يعني اللي كان بيسأل كده سبنا أبي زر فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له والصاحبك يعني مفوش خير خالص أبو زر كده كل واحد يقول له معهوش 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 فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يمسك شره خلاص كفايا دي في حد ذاتها ربنا يكفينا شره أخير بالك ربنا يكفينا شر كل دي شر إنه هو آخذ بناصيته فإنها بيقول إيه يعين ذا الحاجة الملهوف هنا بحث لما قال ذا الحاجة ونعته بالملهوف وكل من أعانى في حاجة مسلم فهو مأجور إلا أي مسلم لو عنده حاجة إنت تعينه تاخد أجل طيب شمعنا بقى الملهوف هنا زول يعني لأن لا شك لما يبقى ملهوف يكون إعانته سوابها أعلى لأن ذا الحاجة إعانته على التراخي إنما الملهوف دا على الفور بتقدرش اتأجلها فهمت بقى أما إيه بقى واحد عنده حاجة يقول لك والله أنا محتاج مبلغ بس كده مزنوق ولا بتاع تقول له والله عندي عليها بعد شهر أكون وضع تقولك إنما واحد مثلا النار مسكة فيه تقول له بس عندي مشوار حاجة وبعدين أجا طفيك ما ينفعش دي فهمت زيه لازم تطفيه الأول وتأجل مشوارك واحد بيغرق مثلا في النيل تقول له مع السلامة معلش عندي بس حقف في طبور البنزين ما ينفعش يبقى الملهوف دا يعانته على الفور يعني أجل كل حاجة فهمت عشان كده النبي إنما زيه الحاجة العادية برضو أعانته سواب بس على التراخي براحتنا نعمل واحد جعان مثلا تقول استنى ما نخلص الدرس يا سيدي ونجب لك الأجل فهمت إزاي إنما لقيت تعبان دخل حيقرسه أجل الدرس وموت التعبان فهمت ففيه حاجات تبقى إيه ما تتأجلش يعني زي شغل الأطباء بتوع الطوارق أطباء الطوارق بيجي لهم العيان بينزف ما ينفعش بقى الطبيب يكشف على واحد عنده كحة ويسيب اللي عنده نزيف فهمت يعني فيه حاجات لازم يميز ويعمل كده إيه أما يجيله مثلا مجموعة جرحة مجروحين كتير لازم يعمل حاجة اسمها ترياج يعني إيه ترياج يعني يقسمهم ده ملهوف قوي وده ملهوف بس وده محتاج بس بعدين وبتدي يشتغل في القوي ده بتخلص القوي ده يعمل في التاني وهكذا والطبيب اللي ما يعملش كده يبقى فاشل فهمت لأنه على ما يخلص اللي هو مش ملهوف قوي حيكون التانيين دلماته فهمت فلازم الإنسان يبقى عنده أولويات وكأن نبيك صلى الله عليه وسلم يريد إنك أنت يفهمك إن فيه أشياء تقدم وأشياء تؤخر ولازم يبقى مخك مرتب مش بتشتغل أي حاجة كده وخلاص حتى في علاقتك مع ربك في عبادات أولى من عبادات وفي عبادات جاء وقتها فما تأجلهاش ييجي مثلا عدان العصر يدن تقول لي أنا حاعد أراجع قرآن أصلاً إيه تفضل تراجع قرآن للمغرب وما تصليش العصر ما ينفعش للوقت العصر الدين يبقى تقوم تصلي العبادة تقوم تصلي العصر مش العبادة أعود راجع قرآن أو أقعد أصلي على النبي ومسك السحبة أو أصلي على النبي ألف مرة وما ينفعش ما ينفعش في حاجة تقدم على حاجة مع أن الصلاة على النبي عبادة جميلة قراءة القرآن عبادة أجمل ما فيش أجمل من كده لكن في عبادات في الوقت ما أجلهاش فهمت في أولويات ما نشغلش أنا بسنة وسيب واجب أعطوا لي الليل أصلي بعد العيشة لحد قبل الفجر في ساعة يجبس علي أنه ما رحناي وهم أصلي الفجر 16 الصبح ما ما ينفعش كده يعني لصلي العيش أو نام وأم صلى الفجر أحسن مني لي لأنه ما ضيعش الفرائد فلازم الإنسان يكون عنده حاجات أولويات ياخد باله منه يعين ذا الحاجة الملهوف هنا بحث لما قال ذا الحاجة ونعته بالملهوف وكل من أعانى في حاجة مسلم فهو مأجور لقول إيسا صلى الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فالجواب أن الإعانة في الحاجة مثاب عليها لكن الصدقة أرفع كما أشرنا قبله فلما نوع السؤال عليه أراد صلى الله عليه أن يبقي لهم أفعالا يكون الثوب عليها مثل الصدقة فلما أن كان صاحب الحاجة بيضي الصفة الزائدة وهو كونه ملهوفا نبههم عليه لما فيه من زيادة الأجر على أن لو كانت حاجة دون لهف فحينئذ زيادة هذه الصفة يكون له مثل ما فاته من عمل الصدقة وهي يعني لفطة لطيفة من الشيخ أبو جمر يعني بيقول لك أنه هو الوقت دا حيعين لكن معهش أموال يلفق فلما يعين زي الحاجة الملهوف يبقى الإعانة هياخد ثوابها واللهفة قدام الصدقة اللي هي إيه مش هيقدر يدفحها فدي جبرت إيه جبرت نقص الصدقة فهمت بقى المسألة فدي لفطة لطيفة وكلام الده مملوء أسرار على أي حال وفيه دليل لتقعيد الأحكام بألفاظ العموم لأن الحاجة لفظ عام وكذلك اللهف أنواع بحسب الحاجات وأصحابها والملهوف كناية عن الحائر في حاجته القليل القدرة على القيام بها فهو شبه المضطر وقد يكون آكد منه لأن المضطر قد ألف الصبر وأيقن بعجزه وهذا متلهف من جانب إلى جانب ومن وجه إلى وجه وقد حار في نفسه ولا يعرف من أين يكون له الفرج ولا دورته تعطيه القعود والاستسلام مثاله من عليه دين وقد حان وقته وهو ليس له شيء وهو لا يقدر أن يثبت عدمه وصاحب الدين لا يفتره ولا يعذره فالقعود لا يمكنه والخلاص لا يقدر عليه ووجه الرشاد إلى راحة لا يعرفها فحاجته أشد من المضطر لأن المضطر قد يفوض الأمر كل إلى الله ويصبر على ما نزل به حتى يأتي فرج الله والإعانة هنا بماذا تكون هل تكون بالموجود أو بالإرشاد إحنا عشان أطباء عارفين زال حاجة الملهوف يعني بنشوفه كل يوم أطباء سيدنا بجامرة مش طبي فقاعد يجيب لك أمثلة بقى واحد عليه الإيجار ومش عارف يروح بيته فهيبقى ملهوف دي أمثلة بسيطة بالنسبة للي بنشوفه إحنا في المرضى المرضى يجي لك العيان مثلا عنده احتباس في البول عينه حطيها طلع عايز البول يوم يجي دكتور المسالك يروح مركب له أسطر البول يستريح ياخد سعود كبير جدا يعني مهنة الطب دي فعلا ربنا كرمنا فيها إن فيها إعانة لزي الحاجة الملهوف بالذات مهنة الجرحين وأطباء الناس أو التوليد بتبقى الست بتولد والعي المحشور فيها روحين بقى هي تموت والودي يموت اللي ببطنه يروح داخل ما شاء الله إيه يدي أعملها قيسرية يطلع روح من روح ودي تعيش ودي يعيش وكله تمام التمام فمهنة عظيمة من المهنة العظيمة بس إيه يعني لازم الطبيب يتعلم ويوفق في توجيه النية مش بيبقى مشتالة وعرفان وطهقان وإحنا بنقبض وإحنا بناخد فلوس ويعمل لنا مظاهرات مايصحش الأطباء يعملوا مظاهرات إحنا مهنتنا لو عملناها وما خدناش ولا مليم إحنا مأجورين بقول كده للدكاترة الصغيرين ماردوش يسمعوا كلامي يقول لي علشان تبقى ربت عيالك يا عم والله أنا بعمل كده من وانا صغير والله من وانا صغير وانا كانت ميتي كده أجا أقول لها للطلق للدكاترة اللي قد ولادي يقول لي لا علشان تبقى كبرته وعملت كل حاجة وربت ولادك بقى وحاجته وعندك عيادة وعربية يقول يقروا علي مش يسمعوا بدل بقى ما يسمعوا النصيحة يقلبوها قرى وقل من شر حسنين إذا حسن هنعمل إيه لكن لازم الإنسان يبقى نييته في مهنته عبادة تصور انت مثلا الرجل اللي قاعد تقول ليه ليه ليخبز في الفرن والناس نايمة عشان الناس ما تصحى تلاقي عيش تفتر عارف ده لو هو بس نييته كده الرجل اللي قاعد في الفرن ليه ليخبز ده ده أكتر بالوقع في صليته للليل عند الله شوف قد إيه بس الناس غفلة عن إن ربنا أقامهم في عبادات عظيمة وهو مش يخدم باله الرجل اللي بيكنس الشارع ده ده من الإيمان ايه ماطة الأزم الإيمان وهو بيكنس كده الكنس ده بدل ما هو طهقان وقاعد كل شوية واحد يعدي عليه ويقول له كل سعانه الطيب ويستعمل المكنسة بالشحاتة بدل ما استعملها التنظيف الشارع هيبقى من كبار الأولية يعني لو كنس الشارع يبقى من كبار الأولية بنية إماطة الأزم عن طريق المسلمين يتحول عمله لعبادة بحيث يبقى مرتبه زيادة كأنه بيأخد المرتب ده بقى إيه يعني زيادة فوق الأجر لكن هو مأجور مأجور أي عمل مفيش عمل حقير على فكرة أي عمل لما توجه في نيتك والمسلمين محتاجينه الرجل اللي بيروح يزرع علشان الناس يطلع نباته ونستاكل ما من مسلم يزرع زرعة أكل منها حيوان أو طائر أو بهيمة أو إنسان إلا كتبت له ثواب نعمة كبيرة خدت بالك فيش إنسان بيصنع صنعة ويتقنها علشان المسلمين يستفيدوا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه يعني شاف إيد كده خشنة النبي قبلها يعني النبي قبل إيد واحد ما نعرفش حتى الواحد اللي قبل إيده ده اسمه إيد صدق بقى يعني حتى لم يثبتوا العلم اسمه من كتر ما هو مبهم لكن كل الشرف اللي خلى إيده دي النبي يقبلها قال لأنها دي يد يحبها الله ورسول لأنها يد عاملة بتصنع مش يد عطلة باطلة فإحنا نحمد ربنا كل واحد يحمد ربنا على ما أقامه الله فيه ويتقن ما أقامها الله فيه ويحتسب ما أقامها الله فيه تبص تلاقي إن إيه إن ما أقبك الله فيه يكون سبب في وليتك حتى كنا كان ما شيخنا يقول لنا إيه الرضا بالإقامة عينه الكرامة الرضا بالإقامة عينه الكرامة فشوف أنت ربنا أقامك في إيه وردة واتقن واستعمل هذه الإقامة بإنية عبادة لخدمة نفسك ولخدمة المسلمين حتجد نفسك في الآخر في أمان الله الرجل اللي بيسوق القطر اللي بيسوق المترو بيوصل للناس لأداء مصالحهم واللي بيسوق المايكرو باس من هنا مش عارف لفين ويوصل الناس ويصل لنسمع يشهم ويقضي بياخد أجر اللي بيوصلهم تشوف قد إيه سواء التاكس اللي قاعدتوا له النار ياخد حوائج الناس ويقفوا ويشورولوا واخد بالك ويودي ده على المستشفى ويده على المطارية لحق الطيارة ويده على مش عارف إيه عمل إيه كل دي عبادات كبيرة بس المسلم لو عرف حينوي محتاج يتعلم محتاج يتعلم عارف أول ما يتعلم تلاقيه مقبل على مهنته وهو فرحان بيها مقبل على مهنته ومنشرح ليها مش مقبل على مهنته وهو أرفان منها فمش عايز يتقنها لا ده يبقى مقبل عليها وهو الراجل اللي كان زمان كان زمان في حاجة يسمى الغفير يبضل طول الليل ماشي في الشوارع عشان ايه يوفر الأمن للناس في ديوته يعني انتم سمعتوا عن شيخ اسمه محمد عم مقصود سالم الشيخ محمد عم مقصود سالم ده كان غفير عسكري درك كان عسكري درك يسفر طول الليل يحرص بالليل يسموه عسكري درك فربنا ألهمه لأ نفسه قاعد طول الليل بدل ما يقدر ماشي رايح جاي ساكت قاعد يصلي عن نبي طول ما هو ماشي هو أخذ بالك فبقى يصلي عن نبي في الليلة الف الفين تلات تلاف لحد ما بقى من كبار الأولي فتح عليه من خلال مهنته والصلاة عن نبي بقى الشيخ محمد عم مقصود سالم وليه كتاب اسمه أنوار الحق في الصلاة عن نبي معيني ولا راح مدرس ولا أصدر تيجي تقرأه تستعجب إزاي الحاجات دي جات على لسانه وعمل جماعة وعمل شغلانة أبويا كان يعرف واخذ بالك شيخ محمد عم مقصود سالم هو كان عسكري درك لما حول مهنته إن هي لمصلحة المسلمين واستغل لفترة فراغه وأثناء مهنته في ذكر الله والصلاة عن نبي بقى من كبار الأولي فطريق الولاية مفروش لكل واحد بس الفكرة إنك أنت خلص نيتك بتقوم ساعتها تبقى حاجة تانية مش حاجة تانية حاجة تانية أو تالتة وربعة وخمسة في دوام الترقي حتلاقي نفسك في دوام الترقي مع الله فربنا يكرمكم لكن على أي حال زال حاجة الملهوف أكتر ناس عارفينهم الأطباء وبتوع المطاف يندولوا يخش إلى إعمارة والعة وناس بتجري ويروح داخل مش شباك ويشيل ده على كتف وينزلوا حاجات دي بتوع المطاف اللي بتشوفها وتسمع عنها والبوليس النجدة لما تيجي تتصل بيه علشان مش عارف فيه حرام بيهجم على البيت ولا بتاع ويجي لك بسرعة وينقذك زابط البوليس والعسكاري والحاجات دي والشرطة كل دول بيعينه زي الحاجة الملهوف مهن كتيرة مهن كتيرة فيها هذه المعاني فنسأل الله صلى الله عليه وسلم أنه يلهمنا النية لعشان يقولك الإنسان الموفق والذي يرزق النية ونية المرء خير من عمله فهل تكون بالموجود أو بالإرشاد يعني إعانة زي الحاجة الملهوف ده هيبقى بإرشاده ولا بإنك أنت تعمله حاجة موجودة معاك يعني فالجواب لو كانت بالمعلوم لكانت أعلى الصدقات نعم لفظ الإعانة يقتضي بالمعلوم وغيره لكن لما كان بساط الحال مما يفعل عند عدم الوجود ذكرت إعانة الملهوف فتخصص عموم اللفظ ببساط السؤال فقام عون هذا الملهوف وإن لم تعطيه من عندك شيئا مقام الصدق لما فيه من تفريق كربة في الوقت يعني عارف حتى لو صاحب الحاجة الملهوف ده أنت مش طبيب لكن شايف واقف متألم أو خدته في العربية ودته المستجر أعانت زي الحاجة الملهوف مع أنك لحت عالجه ولا حاجة بس حسيت بإيه بالكربة اللي هو فيه واخد بالك تروح موديه يعني بأي وسيلة تعينه سواء أنت تعينه بإنك أنت تغيسه منها مباشرة بالمباشرة أو أنك تتوصله لمن يعينه فهمت بقى؟ كل دي وسائل تخليك تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا ليرقينا ويسدنا وجعل الحياة بهذه الصورة وربط احتياجات الناس بعضهم ببعض علشان توجه العبادات وتتوجه العبادات من خلال هذه الاحتياجات فتلاقي نفسك إيه؟ وأشاند كده يقول لك إيه؟ واجعلنا بعضكم لبعض انفتنا التصبرون فلو ما وجهتش نيتك هتبقى إيه؟ فتنة تحجبك ولو وجهت نيتك بقت فتنة توصلك وعشان كده قالوا إيه؟ علماء التصوف العلماء الكبار يقول لك الخلق هم الحجاب وهم المدخل هم الحجاب وهم المدخل يعني لو تعاملت معهم بما لا يوافق الشرع كانوا حجابا لك عن الوصول إلى رضا الله وإن تعاملت معهم على وفق مراد الله كانوا هم سبب دخولك إلى حضرة بولك فهم الحجاب وهم المدخل هم سبب دخولك إلى حضرة بولك فييجي كده يلاقي نفسه في موقف من شدة لهفة الموقف مش مطلوبة ان يوقف يوجه نية خلاصة المسلم بيعمل الحجات دي ويقجر رغب انفه فهمت ازاي؟ ليه لانه هو رب نفسه على اعانة الغير رب نفسه على انه يقف جنب ايه الملهوف يقف جنب المحتاج لا يرد سائل بقى عنده سلوك وساجية فلما يصير سلوك وساجية يبقى يكفيه نية واحدة في بداية العمر واتغطي بقيت اعماله كله لان الثواب على الصدقة انما يدخل على اخذها من راحة نفسه ولذلك كانت اكثر وثوابا اذا كان الاخذ اكثر احتياجا واذا قلت ضرب مثل لهذا الملهوف انا ادلك على وجه يكون لك فيه راحة فقد ادخلت عليه من السرور في الوقت اكثر مما يدخل على صاحب الصدقة اذا لم يكن اخذها مثل هذا يعني الملهوف بيبقى الاعانة وقت اللهفة تقع على قلبه بسرور اكثر من صاحب الحاجة الغير الملهوف فهمت ازاي فكلما ادخلت السرور على قلب المسلم كلما كانت هذه الخصلة خصلة من وجبل الجنة لان انتو عارف ايه في خصل مجبل الجنة وكتلاقيها حاجات سهلة خالص الرسول صلى الله عليه في حديث البخاري اربعون خصلة ادناها منيحة العنز من فعلها رجاء موعودها تصديق موعودها ورجاء ثوابها ادخل الله الجنة اربعون خصلة اعلاها اعلاها منيحة العنز عارف ايه منيحة العنز بدي دي اعلى فيها واحدة واحدة يبقى عنده معزة وحت تتحلب يوم يديها الجار وقول له حلبها وردهانه ادخل منيحة العنز يعني يديها له عشان ياخد حلبتها ويرجعها له تاني منحة الحلبة بس يسموها اهيه دي اعلى خصلة فما بالك تحتها ايه بقى تحتها حاجات كتير عارف ابا تبقى مسافر كده وانت قعد بتربط السمت بتاعك واحد جنبك شمتته اتفرطت فبيقولك معاكش حبلة تروح انت بفاكك الحبل بتاعك وتديله نصة اهيه دي خصلة توجي بالجنب حاجة بسيطة اهيه واخد بقى تقول له لا ما اجراش حاجة تروح انت ايه الحبل بتاعك انت كنت عامله كذا مجوز تقول له لا انا خليه فرد واحد وديلك نص خد وتربط معاك خدت بالك او واحد مثلا هو ماشي راجل تعبان ومش اريد الفع رجل وتاخده كده بيده كده وتطلعه الرصيف او تركبه السيارة او تعدي الطريق كل دي خصال موجي بالجنب ادخال الصرورة على قلب المسلم من الخصال الموجي بالجنة تبسمك في وجه اخيك خاصة من الخصال الموجي بالجنة فخصال الموجي بالجنة حاجات بسيطة فيه كتاب اسمه تمامل منا في بيانة الخصال الموجي بالجنة للسيد عبدالي صديق الغماري شيفي يعني المفروض تحرس انك تجيب مثل اذا كتاب هتشوف تلاقي حاجات لا تخطر على بالك وتفتكرها بسيطة لكن تجدها عند الله عظيمة وانت مش واخد بالك انها بسيطة يعني المقصود ان الجنة ربنا جعلها ميسرة خالص بس احنا نعرف ازاي نتعامل مع الله فكتاب تمامل منا ببيانة الخصال الموجي بالجنة كتاب لطيف تحصل عليه هجيب لك تمانية واربعين خاصة وكلها خصال مش محتاجة اي تكاليف يعني ولا هتطلح هتحط ايلك في جيبك ايوه البخير لو كنت بخيلا لا تحب الصدر كلها حاجات سهلة عشان كده ادخال السرور على قلب المسلم ده عبادة كبيرة عشان كده اول ما تسمع خبر يفرح اخوك ولا صديقك اطلبه على طول بالتليفون قالوه وتتسابق تبقى انت اول واحد تقول له الخبر عشان تبقى انت تاخد ثواب ادخال السرور على قلب لكن الناس على العكس اول ما يسمع انه كسب ونجح يقول لما بقى قابله بقول له لكن لما يعرف ان ابوه مات قالوه ابوك مات طب ليه يا طب استنى اما يبقى خبر محزن استنى بلاش يجي من ناحيتك اما يبقى خبر مفرح خلي يجي من ناحيتك فهم؟ قال ليه بقى لان انت ما تدخل السرور على قلب المسلم ده عبادة كبيرة خد بالك منه مثل هذا وقوله قالوا فان لم يجد هنا بحث كما تقدم قبل فالجواب على قولي عليه الصلاة والسلام فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقة وهو كيف يقوم عمل واجب عن تطوع فان العمل بالمعروف والامسك عن الشر مما هو واجب شرعا والصدقة كما قدمنا في هذا الموضع مندوبة فالجواب الامر بالصدقة لا يلزم منه ترك الشيء والعمل بالمعروف إنما يلزم ذلك من قواعد الشريع كما يندب مع الصدقة وعدمها بمقتدر القواعد الشرعية إعانة الملهوف والندب إلى التكسب الحلال لينفع نفسه يتصدق وكما قال في حديث آخر حين ذكر الصدقة ثم قال فمن لم يجد إن ركعتاي الضحى تجزئ عنها وركعتاي الضحى مندوب إليها مع وجود الصدقة وعدمها فمفهوم الحديث على هذه التنوعات أنه صلى الله عليه وسلم ندب أولا إلى الصدقة لما فيها من الخير المتعد فعند العجز عنها ندب أيضا لما يقرب منها أو يقوم مقامها لما فيها أيضا من الخير المتعد وهو العمل والانتفاع والصدقة وعند عدم ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وإعانة الملهوف كما بينا ثم عند عدم ذلك كأنه عليه السلام يقول بعد عدم هذه المذكورات ليس في أفعال البر ما يشبهها لكن من فعل شيئا من المعروف والمعروف هنا ما هو مندوب إليه شرعا من جميع المندوبات ولو حتى هداية الحيران عارف هداية الحيران من الخصالة لمجبال الجنب يعني واحد ييه يبقى نازل البلد وغريب عن البلد ومعاه ورقة فيها العنوان يقابلك في الشارع يقول لك إقرالي العنوان ده أروحي إزاي تقوم تقرأ العنوان تقول له آه تنزل مداني السيدة عيشة تاخد المايكروباس اللي رايح في حتة الفلانية تنزل في الحتة الفلانية تلاقي الشارع الفلاني توصل ما خدتش منك هايديخ صالم وقبل الجنب هداية الحيران واخد بالك يعني انك تقول له بس العنوان فكل دي حاجات عظيمة فهو ده 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 اهو ده امر مندوق مش واجب عليك هلا فكرة لكن لان انت ممكن تقرأها كده مش واجب حتى تقول له حاجة قل له اسأل غيري ما فيش غيري يعني اه تبقى غلاسة منك لكنها مش لا تقسم ليه لان انت مش في صحرا في ناس كتير غيرك افرع ان انت مستعجب او مساء ما بتعرفش تقرأ تيجي تقول له ما بعرفش اعرف يقول لك هو بادلة وكرافاتة وعملش عارف ايه وتقول لي وفي الاخر مش عارف تقرأ قل له خلاص يا سيد وخد الكرافاتة تلبسها والبنة وقرنت ما فيه ناس شكلها يغر تفتكر من كبار العلماء وقلت ليه ما بيعرفش يعني مسكين لكن على اي حال هداية الحيران والحاجات البسيطة دي 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 من النعم الحاجات تلاقيها في بلاد المسلمين موجودة تعرف فوق ربما ما تعرفش ما تلاقيش الحاجات دي ليه لا ما تربوش عليه ما تربوش على الحكاية دي ولو ايه مطت شيء من الازع من طريق المسلمين انت عارف الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه رجل دخل الجنة عشان كان ماشي في طريق وجد ايه يعني عود ولا نبات فيه ايه شوك عرق كده فيه شوك رح شايله ورمع على الجن حتى لا يتأزل المسلمين فأم ربنا غفر له ودخله الجنة عشان الحكاية دي ما يعني عارف شوك او كان بيصلي ولا ما بيصليش ولا حج ولا ما انا عارف لكن ربنا دخله الجنة عشان الحكاية دي حاجة بسيطة اماطة الازع عن الطريق يبقى اللي بيعمل الازع في الطريق بقى ايه بقى بمفهوم المخالفة يدخل النار ربنا ينجيه ويغفر له ويرحمه ويبصره ولو ركعت الضحى فمعنى أن ألا تخلي نفسك من فعل مندوب من المندوبات وإن قل فإنه في الكل منه فيه صدقة بمعنى فيه أجر وإن لم تقدر على فعل شيء من المندوبات فإمساكك عن الشر ومعنى الشر هنا ما منعت شرعا فإنه صدق ما منعت منه شرعا ما منعت شرعا ولا منعت شرعا منعت خلاص ما يجرش هكذا فإنه صدقة يبقى الذي منعه الشارع يبقى ده شرع فلو منعت الناس يعني منعت نفسك عن فعل الممنوع شرعا يبقى في حد ذاته ده صدق يعني لو غدت طرفك عن أعراض المسلمين ده في حد ذاتها صدق لا تعدن عينيك إلى ما متعن بيه أزواجا منه زهرت على حياته يعني ده في حد ذاتها صدقات كبيرة أي أنك فيه مأجور فهذا التنويع منه صلى الله عليه وسلم تسلية للعاجز عن أفعال المندبات إذا كان ذلك عجزا لا اختيارا ومما يشبه ذلك لما جاء الفقراء من الصحابة ردوان الله عليهم وسألوه صلى الله عليه وسلم أن أصحابنا من أهل الجدة الجدة الغنى يعني سبقون بالصدق قال عليه الصلاة والسلام لا نعلمكم ما هو خير من ذلك تسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتختمون المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له فذلك خير فلما بلغت الأغنياء فعلوا كفعلهم رجعوا يفعلونها فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك فقال لهم صلى الله وسلم هو فضل الله يؤتيه من يشاء واخد بالك أن في أحديث تانية أن الفقير لو تمنى لو كان غنيا يفعل مثل الغني لا أخذ سواب كأنه خدنا قبل كده الحديث واخد بالك يعني أنت حتى لو معكش مال لكن أنت صادق بينك وبين نفسك لو كان عندي مال يا ربنا كنت حعمل مستشفى يتعالي فيها المرد لأنا كنت حعمل مسجد أنا كنت حعمل بنك طعام أي حد جعان يجي في أي وقت يأكل ليل نهار ويبقوا طبخين وشغلين زي ضم التكاير بتاعت الزمن ويبقى إيه نفسه في يعمل حاجة زيدي تعرف مما يقابل ربه وهو ما تمكنش بعماله ربنا يديه بسؤال لأن نية المرء خير من عمله ويترتب على هذا من الفقه أن مطلوبون بجميع فرائد الدين ومندوبات وتطوعات والشأن أن يقدم الفرد ثم الأعلى فالأعلى من جميع المندوبات علشان تعرف لازم تعرف مراتب الأعمال فتقدم الأعلى فالأدنى بالتدريج كده فما تنشغلش بالأدنى قبل أن تؤدي الأعلى ومن وسعه عمل الكل واللي يقدر يعمل الكل يبقى كويس فنعم ما فعل وإن فعل الأدنى من المندوبات مع القدرة على الأعلى فقد ترك ما هو المستحب لكن لم يخلي نفسه من الخير فإن لم يفعل من المندوبات شيئا فقد غبن نفسه غبنا كثيرا فليجتنب الشر فإنه مأجور في ذلك فإن لم يفعل ذهب عنه الدين ولا علم عنده نسأل الله تعالى العفية بمنه وفيه رد على بعض الأصوليين الذين يقول أن الترك لا يؤجر عليه لأنه ليس بعمل في بعض الأصول قال أن الترك دون الكف مطلق الترك لا يأخذ ثواب عليه لما يترك لكن لما يكف عن الشيء يعني عرد عليه فكف هو دا اللي يساب يعني مثلا واحد ما خطرش بباله من يشرب الخمر ولا بيحبها ولا هي في بلده أصلا فبعض الأصولين قال لك دا لا يأخذ ثواب ترك الخمر تفهمت إزاي لأنه لم تخطر في باله ولم يقوم نفسه ولم تعرض عليه أصلا بخلاف اللي عرضت عليه ثم تركها خوفا من الله فده يبقى ثوابه أعلى تفهمت فالترك مطلق الترك دا في حد ذاته لا يساب عليه لكن أنا رأيي والله أعلم ورأيي برضو سيئة الحمد لله سيدنا أبي جامرا يوافقني فيه أن نكترك حتى لو لم يخطر في باله يكونوا من باب الحفظ كأن ربنا حافظه فهمت إزاي فيبقى هذا الحفظ في حد ذاته هيساب لأنه لم يفعل هذا فمجرد عدم الفعل ويقابل ربه كده محفوظ طاهر دا في حد ذاته هيبقى أعماله اللي يعملها ثوابها أعلى من الملوث فهو بالتالي يبقى يبقى فضل الله واسع يعني الخلاصة أنه فضل الله واسع لكن بعض الأصليين ايه اتكلموا في القضية دي وبقوا انفريق منه يقولك مطلق الترك بغير نية لا يساب عليه لكن الكف هو الترك مع النية هو دا اللي يساب عليه بعض الأصليين قالوا كده وفيه رد على بعض الأصليين الذين يقولون أن الترك لا يؤجر عليه لأنه ليس بعمل لقد أخطأوا الطريق وظلوا ضلالا بعيدا لكونهم أوجبوا الثواب بمجرد عقولهم وتركوا الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم والانتهاء وتركوا الشيء لا شك فيه وأما السنة فمنها نصه عليه السلام في هذا الحديث بقوله ليمسك عن الشر فإنها لو صدقة جمع جميع أفعال البر في قوله عليه السلام بالمعروف وجمع أيضا جميع أنواع الشر بقوله ليمسك عن الشر أي جميع أنواع الشر قال فإنها أي من فعل شيء من هذه الصفات المذكورة أو ترك شيء من هذه الصفات المذمومة فإن ذلك صدقة له ولا يخطر لك أن تقول بمجموعها تكون الصدقة فهذا لا يعطيه اللفظ وهو مذهب المعتزلة لأنهم يقولون لا تقبل الحسنة حتى لا تعمل السيئة وأهل السنة والجمهور على خلاف ذلك لقوله فمن يعمل مثقال در خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث غيره اتقي محارم لا تكن أعبى للناس والآي والأحاديث في هذا كثير فسبحان من حرمهم طريق الرشاد وهنا تنبيه وهو أنظر إلى حكمة الشرع فإنه كيف جعلك في إدخال الراحة والسرور على نفس غيرك مأجورا إذا كان لله وإدخال الضرر أو التغيير عليها مأثوما ومعاقبا وفي إدخالك التشويش على نفسك والمجاهدة لها إذا كانت للا كنت مأجورا على ذلك يعني لما تريح نفس غيرك تؤجر ولما تشوش نفسك وتخلفها تؤجر يعني مع نفسك غير مع نفس الغير مع الغير تريحه طب ومع نفسك خلفه عشان تبقى من أهل العزاء فالمعاملة مع النفس تكون بالمخالفة فاهمت إزاي عشان تبقى من أهل العزاء لكن مع الغير تريحه فاهمت أهل المسألة فأنت تدخل الراحة على نفس غيرك وإنت تأخذ نفسك بعزائم الأمور عشان كده يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص قال الخضر لموسى عليهما السلام وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك مما يرضي ربك فانظر هل تعرف لذلك حكمة أو هو هل تعرف لذلك حكمة أم هو مما يلقى تعبدا أو امتثالا لا غير قد تقدم الكلام في غير ما موضع أن الحكيم لا يفعل شيئا إلا عن حكمة والحكمة هنا خفية ظاهرة وهي والله أعلم لأن السرور إذا أدخلته على نفسك وإن ادعيت أنه لله فقل ما يسلم من دسيسة النفس من أجل حظه وهو من باب سد الزريع وهي قاعدة كلية في الشر مثال ذلك جعل مكة محلا للجلب وعدم الزرع والمشقة التي في الوصول إليها حتى إن المشي إليها والإقامة بها تتحقق لله لأنه ليس في ذلك كل شيء يلائم النفس بخلاف أن لو كانت مثل دمشق في الفواكه والخضر قل ما كانت العبادة تخلص فيها من أجل حظ النفوس في الخصب والفرق يعني بيدي لك مثال ربنا خلا مكة وهي أحب البلاد إلي في والين غير ذي زرع طريق كله ساحرة وميته قليلة عشان ما تبقى رايح مش رايح عشان إيه فرحا بالطريق وتغير منظر وفيه فكهة كتير ومناظر حلوة يقوم يختلط رغبة النفس مع العبادة لا ده يقوم يشلك كل حاجة للنفس حظ عشان تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فبجيب مثال يعني بمكة ليواجن غير ذي زرع ولوجه آخر أيضا فإن ادخال استرور على الغير إذا كان لله خالصا قل ما يخلو من تعب النفس بوجه ما أقل ما فيه أنها تريد جمع الحزوز من الخير لها وكونها تؤثر بها غيرها فقد حصل لها تعب في الباطن وهو أشده فتمحدت العبادة بالإخلاص الذي وأصلها لقوله عز وجل مخلصين فبين الإخلاص بأسبابي حتى يكون ذلك عونا من الله العبد ولذلك قال يمن بن رزق رحمه الله ومن أجل أهل الطريقين طريق الحقيقة وطريق الشريعين نظرت في هذا الأمر يعني العبادة فلم أرى شيئا أعون عليها من الغربة من أجل نفي الدسائس التي للنفس مع الاستيطان والأهل والجيران ومنهم من قال إذا كان في الغربة إصلاح ديني فلا أوحش الله من الأهل والوطن وهمتي بالله وعزمي في إصلاح ديني يعني سيدنا يمن بن رزق بيقول إن الأحسن إنك تتغرب حتى لا تشتهر في مكان بالعبادة فيقبل عليك الناس فيشوشوا عليك فكلما كنت متغربا يبقى أحسن ده رأيه في هذه المسألة لي حتى لا يكون للنفس حظ بإقبال الناس عليك والله تعالى أعلى وعلى